يطل من خزين الموروث الشعبي القديم في مناطق المرتفعات الجبلية بريف محافظة حجة أحد أسرار مكملات الزينة للنساء إنها الظلة وهي غطاء للرأس تلبسه المرأة الريفية في أوقات المقيل أو العزومات النسوية يحتوي على تطريزات لنقوش ورسومات مختلفة ويزيد إطلالتها روعة وجمالة وتلبسه عادة مع ارتدائها الشراشف والشيلة وتتفاخر النساء في لبسها وتعتبر الظلة حكرا على المرأة المتزوجة فقط الظلة فنانة وعجب تغطي على رأسي ومشي ما أنا أعمل وانطروا الشمس كان معانا لهيه زينة محاريم لهيه ونستعمل لها صباح وعشي ما اليوم لا اليوم اشتوا لك برقوع وعس ما اشتوها عايزنا نشل لحنا وضع الظلة على الرأس من العادات التي يكتسحها التلاشي حاليا حيث زحف لبس البراقع بديل عنها وهو ما بات يفضله كثير من الشباب هناك وللظلة نوع آخر صاف يخلو من أي تطريزات تلبسها المرأة للوقاية من حرارة وأشعة الشمس أثناء خروجها للعمل في المزرعة ويسهل عليها أيضا حمل أكواب الحطى بفوقه الظلة فاننا نلبسها ساعة الحشيش نلبسها ساعة الخرجة حما نخرج في العاصر وحما نخرج الصباح وحما نخرج الظهر لا يسبرنا ألا بالظلة نبك نحشة بينها نحطب بينها نوارد بينها نقرن بينها أنا من هذا العصر نفضل لبس البرقع سبب لأن اليوم حد ينبسها الظلة والشي لوم عيليها لأن اليوم الناس يتطوروا ذلك الواحد يفضل لبس البرقع رغم مظاهر الزينة الجديدة والحديثة للمرأة في الريف اليمني إلا أن الأهالي في قفل شمر يتفاخرون بموروثاتهم القديمة ومنها الظلة ويسعون لإحيائها وانتشار لبسها بين زوجاتهم